فصائل الجيش الوطني تركت جبهات القتال مع ميليشيا أسد وأصبحت تنشغل بالتضييق على المدنيين وملاحقتهم في مختلف نواحي حياتهم جديد هذه الانتهاكات ما كشفت عنه شبكة شام بعد حصولها على ما أسمتها ملفات مسربة تفيد بتعقب جهات أمنية تتبع للجيش الوطني لناشطين التهم بالتحريض على مظاهرات خرجت أواخر العام الفائت في عفرين والباب والتي نددت بالتقارب التركي مع حكومة ميليشيا أسد التقرير أكد أن عناصر يتبعون لأبو عمشة زعيم ميليشيا السلطان سليمان شاه أعد ملفات أمنية لخمسة نشطاء لتكون تهمتهم الملفقة التحريض والتخريض التقرير الاستخباراتي هذا ليس يتيما سبقه آخر عن المظاهرات ضد شركة الكهرباء في مدينة الباب نسب إلى قيادين في لواء الشمال التابع لميليشيا الجيش الوطني رصد فيه تفاصيل دقيقة حول تحركات المتظاهرين كما أشار لمشاركة نشطاء إعلامي وأشخاص عسكريين تم ذكر أسمائهم في التقرير ناشطون قالوا إن عمل الجهات الأمنية التابعة للفصائل لم تختلف عن تلك التي تتبع لميليشيا أسد فلا تفجيرات أو اغتيالات منعها ولا انتهاكات أو تجاوزات بحق الأهالي إلا وأقدم عليها ولن يكون آخرها قتل الناشط أبو غنوم وزوجته الحامل على يد ميليشيا الحمزات في مدينة الباب شمال حلب أنا وريد الشهيد محمد عبداللطيف أبو غنوم المجرمين أتلوا ابني وزوجته الحامل لحد الآن ما في القصص على المجرمين أنه أتلوا ابني أتلوا ابني أتلوا ابني أتلوا ابني أتلوا ابني أتلوا ابني